السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد الجباشي في عالم الاساس والذكور في حلقة جديدة من سلسلة جديدة كيف تصنع عنوان الحلقة هو قصة الشاكوش والمطرقة من اقدم الادوات اللي استخدمها الانسان للبناء والتعمير هو الشاكوش كان موجود في البداية بالشكل ده لحد ما اتطور وبقى بالشكل ده ده اول مرحلة في تصنيع المطرقة للتصميم على الكمبيوتر ده سياخ حديد سمكه كبير بتتقطع الاول قطعة متساوية عشان يقدروا يشتغلوا عليها هنا بتدخل فرن اولي مرحلة الاحماء وبعدين بتدخل فرن كبير درجة حرق عالية جدا الفين متين وعشرين بعد كده بيتطرق عليها جامج جدا بمطرق هيدروليك ضغطها اطنان على فكرة على استنبا بشكل رأس المطرقة وبكده تكونت شكلت رأس المطرقة اشتركوا في القناة دي الاستنبا اللي بيشتغلوا عليها واضحة قدامكم هنا بيصبوا المطرقة كاملة وهنا على الشبكة جاهزة تدخل على المرحلة اللي بعد جاء دي مرحلة شيل الزيادات وتنعم رأس المطرقة هنا بتعملوا مع المعدن تاني في وسط شليل الحرارة هنا بتعملوا مع المعدن بمنطق الصدمة بعد الحرارة الشديدة بتحطف مياه بردة هنا بيختبروا عينات عشوائية من المطارق هنا بيحفروا بروليزر هنا بياخد طبقة عزلة على المعدن عشان يمنع الصدق وزي ما انتم شايفين بيعلقوا المطارق تنشف بعد دهان الطبقة العزلة دي في نظر من اهم الخطوات على الاطلاق وضع قطعة من الخشب انا كنت قرأت قبل كرة في مقالة ان دك قطعة خشب بيقلل الاهتزاز وبالتالي بيمنع الصبت المعصم مع الوقت وده نقطة لازم اخواتنا ياخدوا بالهم منها هما بيشتلوا المطارق هنا تسيح المطاط على كل مطارق بالجهاز ده وهنا بيشتلوا الزيادات دي مرحلة التنعم النهائية موسيقى اشتركوا في القناة هنا لسق اللوجو الشركة المصنعة المطارق هنا نطبع اللوجو وهنا اخر مرحلة تعبئة ده الشاكوش او المطرقة جاهزين للتسويق موسيقى ودلوقتي مع فكرة موقع تراصة بيج ماركت النهاردة هوريكم منتجين مميزين بإذن الله اول منتج معنا هو المفك الزاوية السحري اللي هو ده وتاني منتج معنا الادوات الادوية سبع قطع توتل هو ده اول منتج معنا المفك الزاوية السحري تقدر استردامه في الاماكن الدايئة وده الروس بتاعته معنا معا 13 راس مفاك يعني 13 مفاك ومفاك واحد نشوف المنتج التاني ده طاقم دوات كل بيت ما قدرش استغنى عنه ده عبارة عن سبع قطع بتاع فرنساوي والقاطع كبير اللي هو ده مفاك صليبة ومفاك عادة ومتر طوله 3 متر ومفاك تستقمه ممتاز جدا وسعره حلوين وفي اخر حلقاتنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على كرمه علينا وبنشكر متابعينا الاوفياء متنسيش تعمله متابع ولايك وشير وتفعل زر الجرس ربنا يرضى علينا جميعا ويرضينا قولوا امين